ننتقل إلى حاصبيا في جنوب اللبناني معك صابر عيوب اضعنا في صورة الوضع لديك هل من بيانات من حزب الله حول الصواريخ الرشقة الصاروخية التي سهدفت تل أبيب تفضل عدة بيانات صدرت ديمة عن الحزب اليوم فيما يتعلق بعملياته المزدوجة التي يقوم بها الأولى تتركز هنا على طول الحدود أو البلدات وقرى الحفة الأمامية للحدود اللبنانية حيث يواصل مقاتلو حزب الله يواصلون صد الهجمات ومحاولات الاختراق للجيش الإسرائيلي من جهة أخرى الرشقات الصاروخية التي تنطلق نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفة العديد من تجمعات الجنود سواء مباشرة على الحدود أو مدن في مناطق الداخل الفلسطيني وهو ما أعلن عنه الحزب في مجموعة أو سلسلة من البيانات التي أصدرها اليوم على كل ديمة كان يوما صعبا جدا هنا في الجنوب اللبناني في هذه الأجواء الحدودية تختلط أصوات الانفجارات انفجارات الغارات دوية المدافع الذي لا يهدأ تحليق الطيران الحربي المسيرات التي باتت تحلق على علو منخفض وتضرب بعض الأهداف من حين لآخر أو ترسد أهداف تأتي إليها المقاتلات وتقصفها في المجمل أكثر من مئة طلعة جوية نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان فقط عدى المنطقة الشرقية أو شرق لبنان وكذلك الضحية الجنوبية نفذت هذه الطائرات أكثر من مئة وعشرة غارة هذا فقط في الجنوب اللبناني تركزت هذه الغارات على محافظة نبطية قرى وبلدات محافظة نبطية سواء في القطاعين الشرقي أو الأوسط من الحدود أو من الجنوب اللبناني كذلك كانت هناك غارات عنيفة جدا على بلدات وقرى القطاع الغربي سلسلة غارات استهدفت كل من الناقورة علم الشعب اللبونة وعيط الشعب ومروحين وغيرها من القرى وبلدات القطاع الأوسط الذي بات أيضا مصرحا ربما لعمليات يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محاولة لفتح جبهة جديدة هناك من أجل اختراق هذه الجبهة ومحاولة الدخول عبر قرى وبلدات هذه المنطقة خاصة على مستوى بلدة علم الشعب وكذلك الظهيرة المجاورة مباشرة للخط الأزرق الفاصل